وصفة الريكوتا الحشوة عندنا هنا السيمولينا اللي عملناها في الأول انه حطينا 120 جرام من السيمولينا اللي هو دي البسبوسة وحطينا معاهم 300 ملي مياه 120 جرام مع 300 ملي مياه ورشة مل حاجنهم كده بإيدي وممكن نضربهم بالستاند ميكسر أو مضرب السلك هنحط لهم الآتي احنا بنعمل الحشوة دي اه هنحط جبنا ريكوتا قدهم تقريبا قد الفوليوم نفسه ده وحنحط سكر تقريبا نص كباية بشر لمون برتقون ده وبشر لمون وسنة فانيلا وحنحط القرفة زرة قرفة تبقاش ظهرة قوي كده بس ومنعجنهم مع بعض لانها بتبقى حشوة ما بتتقفلش عليها العجينة مفتوحة العجينة فمش عايزنا حشوة تبقى سيلة قوي فلاقيت انه العجن بالإيد هو أنسب طريقة وحنحطينا رشة ملح مع السيمولينا ومنحشيهم من غير ما نقفلهم ناخد الحشوة نحطها هنا ونضغط عليها ومنبطتها كده شوية ومش محتاجة الدهن ولا زبدة ولا أي حاجة أدي شكلها شايفين كل بسط نحطها في صينية الخبز تاني يلا نعمل مع بعض بصوا هنا الرقات عاملة كده نيجي بصبعنا هنا ومنضغط بصوا بتطلع تطلع تطلع التوريق شايفين زي الصدفة بالزبط أنا بقى نفسح شيها جبنة بقى وحاجات حدقة بصوا حلوتها it's worth it يا جماعة التعب لتعبنا بصوا هناخد هنا الحشوة ونحطها مش هنقفل زي ما قلنا منعملها كده زي الصدفة بالشكل ده في الصينية هم كم واحدة يلا نعملهم بسرعة بقت خبيرة بس فوجلاتيلي دي تاني صينية أخبزها في حياتي بس فعلا الواحد مع الممارسة مع الإيده بتاخد على الحاجة بيبقى أسرع كل مرة بيعمل فيها الوصفة ودول طالعين معايا للأمانة أحلى بصوا أحلى من اللي احنا خبزنهم كمان اللي خبزناهم هناك دول أول مرة أعملهم دول حساهم حيطلعوا مظبوطين أكتر عشان كده عايز دخلهم الفرن دلوقتي وتشوفوهم إزاي بيبتدوا يستو إزاي منضغط نورق وحنحط الحشوة فضلنا واحدة أو اثنين أنتوا عارفيني أنا بحب الحاجات البسيطة ودي وصفة تقليدية مش five stars complicated معقدة فحبيت أني أجربها معاكم واللي بتفرجوا على البرنامج من ستات البدية العاديين الناس اللي عايزة تعلم تطبخها عشان تاكل بس وتمشي حياتها والناس اللي حابة تتعلم حاجة جديدة أنا دايما دايما بحارب الملل بالمطبخ أني أجرب حاجة جديدة فالحلقة دي لكل محبين المطابخ العالمية بصوا الحلقة طلعة مظبوطة